المتعلقة بالسكن غير لائق بالسكن العشوائي ومجموعة من المشكلات التي نعترف جميعا بأنها كانت نقاط سوداء في يعني في على جبين الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة هذه انخرطت في نفس المصارد العمل من أجل حالة هذا الملف فطبيعي جدا أنه هذا العمل الذي تقوم به السلطات أنه يعرف في بعض الأحيان بعض المشكلات لكن أعتقد بأن الغاية والهدف هو أن نعالج هذا الموضوع لأنه بالفعل هذا الموضوع هو واحد من المداخل لدي المشكلات كبيرة جدا مرتبطة بالتعليم مرتبطة بالصحة مرتبطة بالغلوج للخدمات مرتبطة يعني بجملة بجملة من القضايا والحكومة طبعا في الأسبوع الماضي كانت صدقت على واحد المرسوم الذي هو مهم جدا مرسوم الذي جاء لكي يعطي لمجموعة من المواطنين الإمكانية لأنهم يعالجوا الوضعية القانونية لبناية والجديد طبعا الذي يختلف فيه هذا المرسوم في صيغته الجديدة عن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في 2019 والذي لم يحقق النتائج المرجوة منه هو أنه في هذا المرسوم الجديد أعطت الحكومة الإمكانية حتى لأولئك الذين حررت في حقهم محاضر لمخالفات لكن مخالفات في حدود معينة مش يعود المخالفات الجسيمة لأنه المرسوم السابق لم يعطي هذه الإمكانية فبالتالي جاء الناس التي تحرّت في حقهم مخالفات حرموا من أن يعالجوا هذه المشكلات ف نعتقد بأنه اليوم على مستوى الرباط هناك حوار هناك نقاش وهناك أيضا رغبة من أجل أن يتم معالجة هذه الملف في شكل طبيعي لهذه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر